وفقا لدائرة الإحصاء الحكومية الأوكرانية فقد ملقى التضخم في السوق الاستهلاكي لأوكرانيا حوالي 27% استمرت أسعار المنتجات المستوردة وتلك المصنوعة محليا في أوكرانيا في الارتفاع بسبب اقتصاد الحرب السلطات الأوكرانية تعمل جاهدة على تنظيم ضبط مستوى التضخم في السوق الاستهلاكية خاصة بعد ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة والمصنعة في أوكرانيا منذ بداية الحرب اتخذت الحكومة عددا من القرارات المهمة للحد من تصغير المنتجات إلى الداخل من ناحية نتخذ عددا من الإجراءات لتوسيع العرض ومن ناحية أخرى يواصل البنك الوطني التسعير الثابت أما ثالثا نحافظ على تكلفة إضافية هامشية ثابتة على المنتجات الغذائية على رغم من ارتفاع التكلفة والتضخم تواصل الأعمال التجارية في أوكرانيا العمل ومحاولة التمسك بالسوق المحلي إلا أن الأمر يتطلب سياسات ونظما جديدة من الدولة وإدارات الأعمال تتوافق مع حالة الحرب بإمعان النظر في أرفف المحال التجارية ومحلات البقالة فالملاحظ اختفاء بعض السلع منها ومع ارتفاع الأسعار اتخذ المواطن كذلك تدابير جديدة لإدارة اقتصاد الأسرة مما تسبب بشكل مباشر في انخفاض نسبة القوة الشرائية في السوق الأوكرانية لم أشتري أي شيء هذه هي المرة الأولى على الإطلاق والسبب هو ارتفاع الأسعار ولاحظت اختفاء العروض الترويجية بالنسبة لي الأسعار ليست المشكلة الأكبر لأننا سنأكل شيئا آخر كبديل فقط نتمنى أن تنتهي الحرب بشكل أسرع يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 1.7% لا سيما بسبب العواقب السلبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا ارتفاع تكاليف المعيشة هو الخطر الرئيسي للمجتمعات خلال العامين المقبلين على الرغم من ذلك ووفقا لوزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سيفردينكو فإن اقتصاد أوكرانيا ما زال صامدا ويتكيف بنجاح مع ظروف الحرب وحتى مستوى التضخم في أوكرانيا لا يزال تقريبا في ذات المستوى بالمقارنة مع عدد من الدول الأوروبية حضيف عادل العربية كيف